والنهاردة محترفينا كان ليهم بعض اللمسات المهمة جدا تعالوا لك حصاد المحترفين المصريين أبرز المحترفين المصريين في يوم السبت الممتاز مع عودة الدوريات الأوروبية بعد الفيبة تعالوا نشوف محمد صراح النهاردة صنع الهدف الأول في تعادل ليفربول بثلاثة أداف لكل فريق مع برايتون وعادل رقم السنائي دي دي دروكبا ورياض محرز وأصبح ثالث لعب أفريقي يسجل أكثر من خمسين هدفا ويصنع أكثر من خمسين هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز أرقام صلاح لا تنتهي لا تنتهي وإن كان ما زال صلاح ما دخلش الموسم بكوة وإن كان بشكل أكتر يعني ليفربول أصلا ما دخلش الموسم لحد دلوقتي في مشكلة فنية هنتكلم كتير عنها مع عضيف العزيز بعد لحظات وليد الحديدي بس ليفربول بشكل عام مش كويس بما فيهم يورجان كلوب ومحمد صراح كلهم كلهم الفرقة لسه ما دخلتش بس هو لسه بيكسر أرقام وبيحقق أرقام كياسية كبيرة محمد صلاح عمر مرموش النهاردة افتتح هدفه في الدولة الألمانية بعدما سجل الهدف الأول في فولفسبورج على شتوتجرد بسلسية مقابل هدفين شتوتجرد اللي كان معاليه السنة اللي فاده من فولفسبورج النهاردة سجل فيه هدف التقدم لفريقه فولفسبورج عشان يفوز ثلاثة اثنين عمر مرموش من لعبة الرائعة جدا في مباراة لعباريا كان هو ما نقف زماتش واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين دلوقتي مع منتخب مصر محمود تريزيجي شارك أسسيا في فوز ترابزون سبور على كيسار سبور بهدفين مقابل هدف وحصل على ركلة جزاء اللي سجل منها الهدف الأول وصنع ثلاث فرص محققة للتسجيل مما جعله أساني أعلى لعبا في التقييم بالمباراة دخل أرضه تريزيجي بدائما كانتش كويسا مع ترابزون بس الأمور تحسنت كثيرا ده بالنسبة لمحترفنا وأداءهم النهاردة